السلام عليكم ورحمة الله عدنا اليوم بيونت الفينطاش وموضوع اليوز تو يوز تو يعني موضوع جدا بسيط معناها اعتادة على يوز تو معناها اعتادة على ايوز تو ترافل الات يعني انا اعتدت على السفر كثيرا يوز تو اعتادة يعني فتشي انت شنت تسوي بالماضي بس هسنا مده تسوي اذا فتشي يعني عادة كنت تسويها بالماضي او فتشي انت كنت تسويه بالماضي والان لم تعد تفعل هذا الشي نسميه يوز تو نستخدم لتركيب فعل مجرد زادا تكمله مثال عليها فرص فرص ايضا نستخدم عن شيء كان قديما صح ولكن الان لم يعد كذلك فالشيء قبل كان صح ولكن لم يعد كذلك هذا البلدنج مثلا كان مجرد زادا كانت مجرد زادا فالشيء كان شكل وصار شكل ايضا نشرب شاي مؤخرا بديت اشرب شاي مؤخرا ايضا لم احبه مجرد قبل احبه فالشيء انت تسوي او يعني اكو اختلاف عندك من الماضي للحاضر هذا هو فالشيء انت جنت تسوي والان مجنت تسوي او فالشيء انت مجنت تسوي الاختلاف ما بين هذه الاشياء نستخدم له بحالة النفي القاعدة راح يصير بحالة النفي القاعدة راح يصير فاعل زادا did not زادا يوس زادا يوس مو يوزد نحذف الدين من النفي زادا فعل مجرد زادا تكملة مثال عليها بحالة ما قال اوزد دين اوزد دين بالنسبة للسؤال did يكون بالبداية وراها فاعل زادا يوس زادا فعل مجرد زادا تكملة تجملة طبعا لا ننسى بالنفي والسؤال نحذف الدين نحذف الدين من اليوسد نحذفها i used to watch تي في معناها شنت اشاهد التلفاز بالماضي والان لم اعد اشاهده يعني خاف اجيب لك سؤال قارن وان اقل لك قارن لي بين الجملتين تذكر له هذا الكلام يعني تقل لها something that i used to do in the past يعني قبل انا بالماضي شنت اشاهد والان عفت المشاهدة ما دا اشاهد التلفاز من اقول i was watching tv معناها i was in the middle of the actioning of watching tv يعني من اقول انا i used to watch tv معناها بالضبط باللغة العربية يعني انا بالماضي شنت اشاهد بس الان ما دا اشاهد من اقول i was watching معناها اني شنت قبل يعني شنت بوسط الفعل يعني اني شنت بهاي اللحظة دا اشاهد التلفاز وهذا والفرق ما بين used to والماضي المستمر وبالنسبة هنا للتمارين يريد ما عندك تركب used to بحسب الجملة حسب الفعل التمارين الاول من مهم شوفوا هنا هذا التمارين شم سوي قالي لك اريد الي used to شوف هنا بهذا بهذا الجملة الاولى وجملة الثانية يريد ان في معلتها هنا كنت تسوي هذا الشيء الان ما كنت تسوي بالمضارع هنا ماضي هنا مضارع التمارين الاول مهم التمارين الاول هذا هيش يجب الامتحانات وهو مرات الاستاذ يقول لك استخدم الي used to مثل السادس اعدالي فهذا فكرة ان شاء الله افتهمتوا اي سؤال او استفسار انا حاضر